الراحي شعبي واحد أبرز مكونات السودان الوطن القارة هو الثراء ثراء من بيئة من مناخ من عادات ومن تقاليد وده الخلق إنسان السوداني الحقيقي الخلاقي يعني في كل مكان في السودان إذا كانت طبيعة برضو تجود بكثير من التفاصيل ومن الإبداعات ده ما يتحدث عن جبال النومان يتحدث عن إنسان يعني يتحدث عن تاريخ ضارف في الجزور روعة مكان وجمال إنسان رقصات شعبية الكمبلة الكيرنغ السراع يعني اللي احنا منشوفه في السوشال ميديا نتابع أبرز ملامح جبال النوبة وأبرز شيئا ممكن لكي تدبا لنا الصباح من خلال هذا التقرير المشاهدين ومن ثم نعود لنواصل صباحاتنا نديه برفقتكم جاعة الجاذبة بمنطقة جبال النوبة التي تقع شنوبي السودان شكلت إنسان المنطقة وجعلت منه شخصية محبة للبيئة تجسد ما اتسبته من هذه الطبيعة أينما ذهبت ولفصل الخريف وقعه الخاص في نفوس أهل المنطقة وكما جادت لهم الطبيعة بالبشريات قبلها فرحين شاكرين بأشكال وألوان مختلفة من تراثهم وإرثهم المكتسب من الطبيعة نفسها غرفت راث النوبة داخل السودان وخارجه بالرقصات الشعبية التي تكررت كثيرا في المحافل السودانية وخلافها وكانت من أبرز هذه الرقصات رقصة الكيران الكنبلة واللعبة الشعبية المشهورة التي أحب سودانيين كثيرا لعبة السرعة التي نسبت لقبائل النوبة وصار اسمها سرعة النوبة برز ثقافات جديدة داخل إرث وتراث النوبة كما برزت أجيال من أبناء النوبة أخذت منحا مختلفا من ذات التراثة هنا اهتم هذا الجيل باختيار أزياء قد لا تشبه كثيرا الأزياء التي اعتاد أن يلبسها الفريق الراقص ونلاحظ أيضا هنا الأدوات المستخدمة للتجميل عند النساء والرجال معنا تستمر لعبة النجارة لمدة ثلاثة أيام لدى بعض قبائل النوبة النجارة كغيرها من الثلاثة فهي تحرك الشباب نحو الزراعة أو الحصاب أو الفزع ولديها طقوس وأسبار خاصة فرغة شاتب سنون اشتهرت وسط قبائل النوبة برقصة التريالو وهي رقصة أشبه برقصة الفروسية وفيها يصطاد أبناء الفرقة أو الجهة التي بها الاحتفال الدبوية وهي حيوان نادر لا يصطاده إلا الفرسان ولا يأكله إلا أصحاب الخبراء والكجور كما في قبيلة النوبة البخصة لها أصوات جميلة عندما تعزف داخل النفير سواء كان للحصاب أو الفزع أو الحرب وهي كما ترون تصنع من الجرع ولكن هنا للجرع أشكال متعددة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كالكيرا والكنبلة والسرع ولم يشاهده الكثيرون في السودان ولكنه الآن أصبح من أعظم الرقصات واللعبات الشعبية عند قبائل النوبة ومعظم المهتمون به من شرائح الشباب وللمخصة إقاعات وأصوات متماينة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر